قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات والمناطق المتنازع عليها وليس فراء الموازنة المالية للعام 2023 ملفات خلابية تتنوع بين السياسة والاقتصاد تبحث عن حلول طويلة الأمد بين الحكومة العراقية وحكومة قليم كردستان وبينما تخوض أربيل مباحثات مع بغداد بشان القضايا العالقة فإن الخلافة بين الحزبين الديمقراطي والوطني الاتحادي داخل الإقليم يعمق المشهد السياسي أهلا بكم إلى برنامج الرابط البرلمان العراقي مستمر في الانعقاد بهدف إقرار الموازنة المالية للعام 2023 في ظل مساعد توصل إلى تسوية للخلافات القائمة بين بغداد واربيل والتي أبرزها حصة إقليم كردستان في الموازنة الجديدة وبناء على ذلك نتسأل ما فرص التوصل إلى اتفاق بشان إقرار الموازنة العراقية 2023 وما مصير الخلافات السياسية الأخرى القائمة قصة بين بغداد واربيل تتواصل جلسات البرلمان العراقي بهدف إقرار موازنة عام 2023 في ظل استمرار مساعد توصل إلى تسوية للخلافات بين بغداد واربيل شأن حصة كردستان في الموازنة لا حل جذريا لأزمات العراق بل جل ما يحصل هو ترحيلها إلى المستقبل القريب أو البعيد أزمة قديمة في العراق تتجدد مع التآم مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية التي أعدتها الحكومة شأن الموازنة ككل المواد الدستورية التي تحتاج إلى اتفاق تغفق الكتل البرلمانية العراقية مرة جديدة في تجاوز خلافاتها مع أقليم كردستان عقم محادثات للإحزاب السياسية بشأن قانون الموازنة لتبديد الخلافات حول تعديلات على حصة كردستان من الموازنة حذفت ثلاث فقرات خلافية مع احتمال حسم البقية بين التصويت بالغالبية والاتفاق بين النواب العراقيين والنواب الأكراد مرر مجلس النواب عددا من بنود مسودة القانون من مجموعة واحد وستين بند ولكن تأجلت دراسة أربع فقرات من بينها تأجيل التصويت على المادة أربع عشرة التي تتعلق بالخلاف بين بغداد والأكراد فالمادة أربع عشرة تنص على إداع إرادات نفط الإقليم في حساب مصرفي يحتوي الإرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام من دون أي استقطاعات تجرى اجتماعات وتداولية من أجل تبديد الخلافات سواء كانت الكردية كردية أو بين الإقليم وبغداد المادة 42 بالتحديد ما يخص فرض رسوم على النفط والبانزين والغاز يعني هذه راح تعطلنا عمل مصافي العراق وبالتالي سنتحول إلى استيراد النفط والبانزين والغاز من خارج العراق وهذا ضرب للاقتصاد العراقي معلومات الشرق من الجانب الكردي تفيد بأن الخلافات حصلت بعد تغييرات أجراها أعضاء اللجنة المالية على بعض البنود في مسودة الموازنة تغيرت بعض الفقرات وفرغت من محتواه وفيها مخالفات السورية لذلك السيد الرئيس المجلس، نواب الرئيس، أعضاء المجلس النواب، رؤساء الكتلسة الآن راغبون بوصول إلى مرحلة وتفاهمات والحفاظ على التوافقات السياسية وعلى الاتفاق السياسي بغيث إمرار الموازنة بعض التعديلات تلزم أقليما كردستان بتسديد إرادته النفطية وغير النفطية قبل أن يستلم حصته من الموازنة وقد ألمحت المنصات الإخبارية العراقية إلى ضغط يمارسه زعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي من أجل تحديد الجلسة التشريعية من دون الاتفاق مع الأكراد ضغط دفع الجانب الكردي إلى التحذير من تجاهل الأقليم نظرا لكونه يهدد بتفكك اتلافي إدارة الدولة قبل شروعي في نقاش الليلة مع ضيوفنا نستعرض الآن مع مرسلتنا في بغداد منات الله ظهر آخر التطورات بشأن عقباد جلسة البرلمان العراقي للحصول على مصادقة للموازنة العامة إليك منات الله ماذا عن آخر التطورات أو العقبات الماثلة أمام هذا الإقرار بداية تحيات مكي قبل الدخول بهذه المداخلة المباشرة حصلنا على مصادر برلمانية تحدثت للشرق قالت إن الخلافات ما زالت على المادة الرابعة عشر المؤجلة التي هي تتحدث عن إداع أموال تصدير النفط الخاص بإقليم كردستان في مصر تشرف عليه الحكومة الاتحادية هذا الموضوع لم يلاقي قبولا لدى الأكراد مما فاقم الأزمة بين الأطراف السياسية الكبرى في بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني المعترض على إداع الأموال في مصرف تشرف عليه الحكومة الاتحادية إضافة إلى أن المادة الرابعة عشر فيها تفرعات من هذه التفرعات هي يعني إلزام حكومة إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل يوميا من الحقول الشمالية لأنها أيضا المصادر البرلمانية العراقية تحدثت إذا فشل مجلس النواب العراقي بالتوافق بتمرير الموازنة فإنه سيمررها بالأغلبية إضافة إلى ذلك أن الاجتماعات متزال قائمة داخل قبة البيت التشريعي العراقي لتسوية الخلافات حول المادة الرابعة عشر المؤجلة التي تخص إقليم كردستان أما باقي المواد الموجودة في مضامين الموازنة فهي مواد تتعلق بالمناقلات الداخلية وكذلك تفويض الوزراء بصرف أبواب الأموال على مدى يعني عمر الميزانيات الثلاثة لألعوام المقبلة نعم أشكرك منات الله على هذا الإيجاز المهم سنبدأ نقاشنا بعد قليل بفضل يدي التوطئة مراسلتنا من بغداد منات الله ظاهر شكرا لك قبل أشروع في نقاش حلقة اليوم نذكر كالعادة مشاهدين بسؤالي حلقة الرابط لليوم نسألنا ما فرص التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار الموازنة العراقية 2023 وما مصير الخلافات السياسية الأخرى القائمة بين بغداد وأربيل نرحب بظيوفنا بدءا معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد دكتور إحسان الشماري أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي سينضم إلينا بعد قليل معنا من أربيل الآن السيد رستم محمود الكاتب والباحث السياسي الكردي ومن بغداد يرافقنا السيد مصطفى حانتوش الكاديمي والخبير الاقتصادية والمالي أرحب بالجميع أبدأ مع ضيفنا من أربيل لأسألة عن العقبة الكأدة بيرايكو التي تحول دون الوصول لحالة توفقية في سبيل إقرار هذه الموازنة الاتحادية سيد رستم هل هي عقبة اقتصادية مالية أم سياسية بالأساس بين المركز والإقليم؟ يعني العقبة دائما متمثلة في ثلاثة أليات تستخدمها أحزاب السلطة المركزية في وجه الشكل الحديث للعراق بعد العام 2003 هذه العقبة الثلاثية تكررت على الدوام أولا هناك تنصل مما تم الاتفاق عليه تكتل بناء الدولة أو تحالف بناء الدولة العراقية كان ينص على مجموعة من النقاط البارزة وعلى أساس ذلك التحالف تم تكوين السياسات الاستراتيجية للحكومة العراقية وتوجه الجديد للحكومة العراقية وعلى ذلك الأساس شاركت القوى الكردستانية في السلطة وفي بناء الحكومة الجديدة من المفترض أن يستمر ذلك طوال فترة التحالف بين الطرفين لا يمكن للقوى الكردستانية أن تتحالف مع طرف باعتبر نفسها طرفا وزريا ومن طرف آخر الممثليات البرلمانية لهذه الأحزاب تتنصل من هذه الاتفاقيات الاتفاقية بالأساس اتفاقية تيار بناء الدولة العراقية هو اتفاق سياسي بين كتل سياسية هذا التراجع من قبل اللجان المالية أو من قبل ممثلي الكتل السياسية الشيعية في اللجان المالية هو تنصل من هذه الاتفاقية المعضلة الثانية هو عدم الاعتراف بالهيكل الأساسي للدستور العراقي الدستور العراقي ينص على أن العراق أولا مؤلف من الشعبين العربي والكردي وأن النظام الحكم في العراق ديمقراطي وفيدرالي جغرافيا لا يمكن للسلطة في بغداد أن تتصرف مع أقليم كردستان العراق وكأنه فقط محافظة عراقية هذه ليست محافظة عراقية هناك سلطات جزئية لإقليم كردستان العراق أقر هذا الدستور في موضوع النفط بالذات يقول الدستور العراقي أن الحقول الحالية في العام 2005 تعود للسلطة المركزية بينما الحقول المكتشفة مستقبلا يجب إدارتها ويجب التعاون بشأنها بين سلطة الأقاليم وكان ذلك الوقت أقليم كردستان مقرر في الدستور وبين السلطة المركزية المسألة الثالثة والرئيسية التي تعيق هذا الاتفاق هو أن البرلمان العراقي بكتله الرئيسية لا يتصرف كقوى عامة كمصلحة عامة كسلطة عامة تخص كل العراقيين تصرف كطرف سياسي الحوامل الطائفية والقومية تستغل فيه وليس فقط كطرف سياسي هذه القوى لا تؤمن حقيقة بالفيدرالية وبالشراكة الكردية العربية تريد أن تعيد فكرة المركزية من جديد لتهيمن على أقليم كردستان العراق وهذا الموضوع مرفوض تماما هناك شكل ما على كل القوى السياسية الداخلة في البرلمان أن تؤمن فيه لأنها أساسا وصلت إلى البرلمان العراقي بناء على دستور بناء على هيكلية مال الدولة العراقية لا يمكن لها أن تصرف بعقلية دفع العراقيون بحرا كاملا من الدماء ليقضوا عليها هي العقلية القومية المتشددة المشبعة بكل حوامل وأدوات التفكير المركزية وضحي الخلافات قليلة وليست قليلة في الحقيقة حتى في البيت الكردي هناك خلافات بين الأحزاب الأكبر في الإقليم سنعود إليها فيما بعد بتأكيد أمضي إلى بغداد أرحب مجددا بضيفنا من هناك وقد صار جاهزا معنا دكتور أحسان الشماري أستاذ العلوم السياسية رئيس مركز التفكير السياسي وأحيل لك الكلمة بسؤال مباشر لماذا تعود هذه الخلافات إلى السطح وتعرق الإقرار الموازنة الاتحادية بعد أن هلل الجميع لاتفاق النفط منذ أشهر قليلة أو منذ فترة وجيزة في الحقيقة شكرا على الاستضافة غياب القانون الضابط فيما يرتبط بالنفط تصدير السيطرة عليه أثر بشكل كبير جدا على الوضع السياسي بشكل عام وأيضا على مستوى العلاقة ما بين بغداد وما بين أربيل وقد يكون الانعكاس الأبرز الآن الذي نشهده وشهدناه سابقا هو فيما يرتبط بمشاريع قوانين الموازنة الاتحادية التي تعد ولذلك انطلقت هذه القوى السياسية نحو التغييب وتحييد هذا القانون أو عدم إقراره ليحل محله العرف العرف الاتفاقات أو سياسة الاسترضاء ما بين القوى والأحزاب السياسية ومن ثم مع كل قانون يقدم الموازنة الاتحادية تبرز مثل هكذا خلافات ما بين بغداد من جهة بغداد الرسمية والحزبية وما بين أقليم كردستان العراق هذه قد تكون واحدة من أهم الأمور طبعا معلاخذ بنظر الاعتبار أن هناك خصوصية في هذا الوقت هو صدور قرارات من قبل المحكمة الاتحادية أيضا قرارات محكمة باريسا التي دفعت إلى حد ما إلى الضغط على أقليم كردستان لغرض استحصال نوع من المرونة طبعا ما أخذ بنظر الاعتبار أن الأزمة السياسية التي تشهدها بغداد يعني خصوصا أن هناك بعض القوى السياسية انقلبت أو تمردت على السوداني الذي وقع على اتفاق مع أربيل لم يحظى بمقبولية جزء من حاضنته السياسية ولذلك طغت الخلافات من جديد على مستوى الجدل السياسي أو حتى القبول بمشروع الموازنة الاتحادية في البرلمان العراقي يعني يدافع سياسي حزبي بلا أساس وترى هناك من قلب على السوداني من داخل بيتي أو معسكري السياسي هذه قراءة على كل نبقي عليها ونتداول بشأن فيما بعد أبقى في بغداد مع الأستاذ مصطفى حنتوش الآن بعنوين الاقتصاد والسياسة أيهما أدعى إلى الخلافة وأصل المشكل بتقديرك والمسألة لها عائد مادي واقتصادي لا بأس به حينما نتحدث عن اقتصاد ريعي يقوم في القليم أو في المركز على النفط بالأساس كمورد أول ورقم واحد للموازنة دعا حضرتك وراح بظيفكم الكرام وشاهدي قناتكم والأعزاء أهلا وسهلا أقليم كردستان حقيقة هو أقليم دستوري كنا نعترف به وحقيقة أن الشعب الكردي والرواتب الشعب الكردي الذي يدفعها للمركز نتشرف أننا من خلال موازنة الدولة التحادية ندفع الرواتب بشكل تام عندما أن الأقليم لا يسلم برميل نفط واحد إنما هو يتم وضع قيام يعني 250 ألف برميل بالسابق تخصم هذه 250 ألف برميل بدون يسلمها ويعطى الفرق المخصص بالموازنة على سبيل مثال بالشهر 400 مليار جدد هذه 250 ألف برميل 200 مليار مواتل إيراد نطيهم 200 مليار رواتب لهم هذه الموازنة وهذه الموازنة قبالي راح نطيهم بدل 6 ترريون و400 مليار راح يأخذون 12 ترريون إذا انضاعفت لهم الحكومة المركزية المبلغ بدل ما يسلمون 250 ألف برميل حيسلمون 400 كان المفروض يسلمون 500 ألف برميل للمبلغ الضعف لكن حقيقة تمت مجاملة بـ 100 ألف برميل للرواتب موظفين وإخواننا وحقيقة ما هناك مشكلة فالقليل من المكان سيأخذ 200 مليار سيأخذ قرابة 400 مليار بالشهر الواحد بدون ما يسلم ولا دولار إنما هي حقيقة من إيرادات الوسط والجنوب هذا حقيقة شيء ما غاثنا أو يضوجنا أخواننا في أقليم كردستان يأخذوا الرواتب وإحنا ندعمهم مثل ما ندعم الحكومة العراقية بمحافظاتها الغنية تدعم كثير من المحافظات الأخرى غير غنية المشكلة ليست هنا الاقتصادية إذا كان الاقتصادية كانت جانب الاقتصادية هذا بيه المشكلة هذا ما بيه مشكلة لا الحكومة وضعت بيه مشكلة ولا اللجنة المالية ولا حتى إحنا كاقتصادين اعتراضنا عليه المشكلة بالمادة 14 على أولا ومادة 13 على أولا أبدلك 13 على أولا شوف النص اللي دزيتها الحكومة من خلال المفاوضة مع كردستان وهو نص غير صحيح وما مخول أحد بهذا النص تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط الخام ما قال عبو السوم ولو شي لأنه هذا صلاحية تصدير النفط الخام نحن سابقا ما عندنا صلاحية تصدير إقليم كردستان نفط الخام هذا موضوع سياسي كان أكو اتفاق أنه بعدين يصير قانون نفط وغاز يصير عملية مفاوضات وشقد نسبة التصيير إذا هذا النص ماكو داعي هو خلص يصدرون النفط وبراحتهم المادة 14 أولا تقوم حكومة كردستان بفتح حساب حساب هم يردون دولي ماكو لديها سيطات البنك بكز عراقي هذه المادتين ليست اقتصاديتين إنما هي مواد انفصالية نحن نعتز بإقليم كردستان ونعتز بإخواننا في قليم كردستان وما نقبل أحد ينفصل رؤية العراق ما ممكن العراق يقوم قوي إلا متحد هم قليم دستوري وعلى راسنة ودنطيهم دعم لا هم مسلمين نفر ميل واحد ولا دولار واحد الدولة قاعد تطيهم بالسنة تلتعاش تريليون دعم على مودي وطور رواتب إنما هاي تعال أنا صد النفط وباتر عقبة صير عضو بأوبك وقعد أخب حصص نفطية أنت مو دولة أنت أقليم دستوري على عيننا وراسنة عندك زيادة تعال زيادة المركز فاللجنة البرنامانية المالية أحسنت بهذا التصرف قالت بدل ما أنتم صدرون نحن نصدركم عبر سومو وإذا ما تصدر رح أن أخذ الحقونة العفو المصافينة أما الحساب يفتح هذا البنك المركز العراقي صار لهم أسبوعا يتعاركون على هذا المشكلة يقول لك لا أنا أريد أصدر وحدي هذه ليست مادة اقتصادية في قانون اقتصادي هذه مادة سياسية رح يجيب قانون سياسي مثل النفط لكن حدث التصدير عبر تركيا تصابق شكل انفرادي من الإقليم ليست سابقة حدث هذا في الماضي على كل دعونا ظروفنا الكرام نتوقف عن ذا نعم واشتكينا نعم بس ذا سمحت لي تفضل بإجازة لدينا فاصل نعم تفضل نعم 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 احنا اشتكينا اشتكينا بمحكمة باريس وحكمة لنا المحكمة بإقافة التصدير لأنه ماكوش يستطيعهم حق التصدير الدولي نعم فبالتالي مجرد اما اذا طيناهم نص قانوني لا باتش العقب يصدرونهم براحتهم يصدرون عضو بأوبك هذا ليست رؤية العراق نعم لكن عدنا لمربع الخلافات الأول على ما يبدو رغم حكم باريس أو محكمة باريس الذي توقع البعض حينذاك أنا وسيؤدي إلى وفاة حقيقة بين بغداد واربيل على كل سنعود لتقليب هذه المسألة من زواياها الاقتصادية وأيضا السياسية حتما بعد هذا الفاصل القصير وسط الجدر القائم بشان إقرار الموازنة العراقية للعام الجاري 2023 توقع البنك الدولي تراجع عداء الاقتصاد العراقي المعتمد كليا على النفط وسط توقعات بتضاول الموازنة الاستثمارية في البلاد توقع البنك الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1% خلال العام الحالي بعد أن شهد ارتفاعا في العامين السابقين بسبب زيادة النفقات التشغيلية وانخفاض الاستثمارية وتراجع الاستثمار الأجنبي والمباشر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% العام الجاري فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية المقترحة التي أصبحت أقل من الربع تراجعات تتزامن مع تعثر الجهة السياسية في إقرار الموازنة العامة تأخر قد يطيح بوعود حكومة السودان السخية بسلسلة من التعينات بعد تضخيم الإنفاق التشغيلي في مسودة الموازنة المقترحة إلى 75% الحكومة تدافع عن قرارها بمحاولة معالجة ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت حتى يناير 2021 نحو 12.7% لكن الجهات المعارضة تراها مغازلة سياسية من الإطار التنسيقي استعدادا للانتخابات تعتمد الموازنة المقترحة في أكثر من 95% من وارداتها على النفط بسعر 70 دولارا للبرميل يرى مراقبون أن انخفاض سعر خام برينت إلى نحو 60 دولارا للبرميل مع انكماش الاقتصاد العالمي يعني أن الإرادات العراقية عندئذ ستكفي لتغطية رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية فقط التي تصلان إلى أكثر من 87 تريليون دينار أمر قد يرفع عجز الموازنة البالغ 34% ما يدفع العراق أكثر نحو شفير خطر ارتفاع العجز إلى 60% أي إعلان الدولة إفلاسها أعود إلى بغداد لأطرح سؤالي على دكتور إحسان أولا تبعتها في التقريب دكتور الشماري أن الوضع الاقتصادي الصعب والخلل في الموازنة قد يتساع وأن التسريع ربما بهذا الاتفاق ضروري ربما لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب فرص التوصل لاتفاق بتقديرك رغم كل هذه الخلافات رغم هذه الخلافات أتصور بأن التوافق الأغلبية سيكون حاضرا لا يمكن في ظل هذا الجدل السياسي أيضا طبيعة تراكمات انعدام الثقة السابقة على مستوى الموازنات على مستوى المواقف السياسية أن نجد إجماعا اتجاه الموازنة الاتحادية الموضوع لم يعد يرتبط فقط بمطالب الديمقراطي الكردستاني أصلا هناك خلافات وهذه لأول مرة تؤشر ما بين الديمقراطي الكردستاني وما بين الاتحاد الوطني أضف إلى ذلك هناك معارضة كردية يعني ممثلة بالبرلمان الاتحادي الجيل الجديد أيضا خلافات ما بين الإطار التنسيقي ما بين الجزء من الإطار ما بين الحكومة هذه جميعها ستلقي بظلالها من وجهة نظرية على الجدل الحاصل الآن ومن ثم قد لا نجد توافق كامل لكن النتيجة أنا أتصور بأنها ستمر يعني هذه الموازنة ستمر بتوافق الأغلبية التي نتحدث عنه لأن البرلمان والحكومة بحاجة إلى ما يعدانه منجزا وهو الموازنة الاتحادية لكن الكل يحتاج تمريرها في النهاية حتى إقليم كردستان ورغم هذه الحاجة الماسة والوضع الاقتصادي يحتاجها أيضا إلى أن ربما هذه الخلافات السياسية قد تعصف بهذه الإمكانية ما البديل إن تعذر التوافق حول ميزانية اتحادية دكتور أحسان تمرر ومن ثم ستعقد صفقات سياسية صفقات سياسية هذا ما أذهب إليه نعم خصوصا أن الإطار الشيعي لا يريد أغضاب الديمقراطي الكردستاني ولا حتى الاتحاد الوطني على اعتبار أنه بحاجة إلى أن يستمر الاقتلاف الحاكم متماسكا هذا أولا ثانيا يدرك الإطار الشيعي بأن هناك ضغوط كبيرة تمارس على السودان منهم بالتحميد بالتحديد الضغوط الأمريكية هنا أتحدى نعم اتجاه أقرار حقوق أقليم كردستان ولذلك هناك إمكانية بأن يتم عقد اتفاق جديد يعني خارج إطار الموازنة كاملحاق أو من خلال صيغة معينة تضمن بعض المطالب لحقوق أقليم كردستان أو ما يعتقده الديمقراطي الكردستاني بأنها تلبي طموحة المالية على أقل تقدير جيد إلى أربيل الآن سيد رستم محمود حضوض التسوية بمنطق الصفقة أو بمنطق التوافق أيهما وارد أكثر وماذا عن الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الخلافات الكردية الكردية هل هي قابلة للإذابة وللحل عزيزي علني أجاوب بقسمين منفصلين على هذا السؤال القسم الأول لا يوجد شيء اسمه صفقة أقليم كردستان العراق والقوى السياسية في الإقليم مصرة تماما على تطبيق الدستور العراقي الدستور العراقي يقول في المادة 111 و12 هذا ما تريده القوى المركزية مستغلة الأغلبية البرلمانية تريد أن تتجاوز الدستور العراقي لتعقد صفقة هذه الصفقة تقلل من الحقوق الأساسية لإقليم كردستان العراق الدستور ينص صراحة أن السياسات النفطية يجب أن توضع بالشراكة بين المركز والأقليم هذا ما فعله الإقليم في العام 2014 الخاصة بالحقول المستكشفة جديدا تطبيقا حرفيا للدستور العراقي فحجزت الحكومة العراقية حصة أقليم كردستان العراق من الموازنة العامة البالغة وقت إز 17% اليوم وافق أقليم كردستان العراق على حصة 12.66 على الرغم من أن التمثيل البرلماني للأكراد حسب السلطة المركزية هو 14% مع ذلك قبل الإقليم بتقديم 400 ألف برميل حصة الإقليم هي 12.6 و400 ألف برميل يشكل 12.9 من مستخرجات العراق من النفط أي أن الإقليم يقدم أكثر من حصته من الميزانية المركزية لصالح المركز لكن مع ذلك القوى السياسية لا ترضى الخلافات هي لا تتعلق بأن أقليم كردستان العراقي يريد أي شيء خارج الدستور الخلاف بجوهره أن القوى الأساسية هذه تريد أن تتنصل من الدستور العراقي على سبيل المثال ذهبت هذه المسودة مسودة قانون الموازنة العامة إلى البرلمان عبر التوافق بين القوى السياسية المشكلة للحكومة تقول المادة 114 السلطة تحصل على 400 ألف برميل سواء عبر التصدير أو عبر التسليم المباشر وتفتح حسابا منكيا استخرجوا مادة جديدة الممثلي الكتل في اللجنة البرلمانية تقول في حال حدوث أي خلاف ويمر على هذا الخلاف 15 يوما تحتجز حصة أقليم كردستان العراق لا يوجد قانون قرقوشي بهذا الشكل في العالم أي خلاف في العالم يجب أن يكون هناك جهة لنفترض أنها المحكمة الاتحادية تحل لكن هذا حكم على أقليم كردستان العراق في سبيل عدم إيجاد أي حال غدا تستطيع السلطة المركزية تقول أننا لن نرضى بالمدراء العامين للشركات النفط في أقليم كردستان العراق وبعده تستطيع أن تقول يجب أن نشرف مباشرة وبعده يجب أن تقول نلغي العقود مع الشركات العالمية وبعده يجب أن نقول أن المصافي غير شرعية في أقليم كردستان العراق وهناك مادة في قانون الميزانية تقول أن عدم الاتفاق أو الخلاف سوف يوقف حصة أقليم كردستان العراق الخلافات الجزء الثاني من السؤال الخلافات بين الأحزاب الكردية جزئية تماما لا يمكن لأي طرف أن يحلها ديمقراطية في إقليم كردستان العراق. هناك خلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني. صاحب الأغلبية في البرلمان والاتحاد الوطني الكردستاني. وقوى المعارضة الكردية. تسعى قوى المعارضة الجزرية المتمثلة بحركة الجيل الجديد. لأن تضغط على القوى الأساسية عبر البرلمان المركزي. وعبر نوع من الصفقات الشخصية مع قادة بعض الكتل في المركز. لكنها لا تستجيب لمصالح شعب كردستان العراق. الاتحاد الوطني الكردستاني. خلافه مع الديمقراطي الكردستاني جزئي تماما. يتعلق بتسليم بعض الأموال من مدخرات الأزمة الاقتصادية التي حدثت في إقليم كردستان العراق. بعد حجز السلطة المركزية لحصة إقليم كردستان العراق من السنوات 2014 حتى 2020. هذا الخلاف يتمحور حملة التفكير في السياسات الاقتصادية لحكومة إقليم كردستان العراق. لكن الكتلة الأساسية في البرلمان العراقي الممثلة للأكراد والتي يتجاوز عددها أكثر من 50 برلمانيا من أصل 62 برلمانيا كرديا. مصرة على تنفيذ المواد 12-13-14 كما ذهبت من الحكومة إلى البرلمان. وأي خلاف بذلك هو عودة للكتل الشيعية الأساسية لنظام المغالبة. هذا نظام المغالبة التي لا يمكن على أساسه بناء العراق. ولو كان هذا الأمر على أساس المغالبة عليك تعرف أن أقليم كردستان العراق يصرف 180 مليون دولار شهرياً للاجئين والنزحين من جميع مناطق العراق داخل الأراضي. يقدم الكهرباء لمحافظات كاركوك وصلاح الدين والموصل ولا مننا على أحد. أقليم كردستان العراق يبني سدود استراتيجية لحماية المياه وتوفير المياه لأهلنا العراقيين. أقليم كردستان العراق يستضيف أكثر من مليوني مقيم عراقي من مناطق أخرى ينالون التعليم وصحة العامة والكهرباء بشكل مدعوب هذا بلد واحد هذا البلد الواحد حتى يحافظ على هذه الروح لا يمكن لأحد أن يتحدث كما قال الضيف العراق أننا لا نقدم رواتب أو ما إلى ذلك. هذه حقوق دستورية واضحة لقلوم كردستان العراق. كل يتحدث بما يريد والأمر قابل للنقاش. بالتأكيد أعود إليك سيد مصطفى حندوش أركا غير متفاعل أو غير موافق مع ما ذكره سيد رسوم من أربيل هل لك بقدر من التفاعل؟ أولا ثانيا سؤالي عن الضغط الاقتصادي. واستعرضنا في التقرير هذا الوضع الاقتصادي الصعب وحاجة الجميع ليس خزينة الدولة بحسب إيرادات النفط والاتفاق. هل من شأن هذا الضغط الاقتصادي أن يعجل بهذا الاتفاق أو هذا التوافق أو هذه الصفقة لنسميها ما شئت؟ طبعا ضيفك العزيز مقدر لدينا وكل ما يقول هو محط تقدير لكن نحن نتكلم بلغة الحقيقة والأرقام نحن ما انقطعنا. 2018 2018 شننا ننطي بالشهر الواحد 500 مليار 480 إلى 500 مليار شننا ننطي كان وزير المالية سيد فؤاد حسين ووزير المالية ويصل قرابة 500 مليار بالشهر الواحد واني شخصيا طالع على هذا الموضوع ومتكلم في 50 مرة 40 مرة وهذه الأرقام ساوا. شون انقطعنا لغاية 2020. 2018 ساة طالعنا نحن مطينا هذه وحدة نضيفك العزيز قال احنا الكردستان تطيب للبغداد أكثر من ما تاخذ هي المعادرة واضحة خليفهم هالعالم كله احنا هم يطينا 400 ألف برميل كيف قد يفلوسها؟ نخصمها ونطيهم الفرق فلو كان يطينا 400 تصير أكثر من ما نحن حاطينهم بالموازنة اللي هي موازنة العراق بل عاكد نحن أخذنا من عدهم يعني الآن نخصم سعر 250 ألف برميل ويطلع لهم بالشهر 200 مليار فشون يطلون أكثر ما يأخذون هسا نحن نخصم 400 ألف برميل ما لا يسلمون نشي يوم نخصم 400 ألف برميل حيطلع لهم بالشهر 400 مليار سينا حضرتك تعرف بالرياضيات أنا إذا يطيني أكثر مما أنا أخلي لمن أخصم المبلغ أطلع أنا طلبه لعشون ده أطياني فهي معادلة غير صحيحة الغرض منها حقيقة يعني قد تعبر على أشخاص غريب لن نتوهم على أرقام والرياضية سؤال الثاني وما ده يطونه نعم نعم سؤال الثاني وضع الاقتصادي وارتباطه بالنفط وغيرها نحن بشكل عام غير موافقين حقيقة لكن معناها ليس معادي للسياسة الدولة العراقية كاملة بشأن الاقتصاد والاعتماد على الريع النفطي شو بحضرتك نحن بهذه الموازنة كان عندنا رؤية كاقتصاديين أننا قلنا له أنتوا ليش تروحون بموازنة 200 ترليون تنفذها كلها وزارات ومحافظين سابقا جربناها وفشلوا ليش ما تروحون ب150 ترليون 110 رواتب مع الزيادة الجديدة و25 ترليون مشاريع استثمارية حتى المتلكئة ترجعوها و10 ترليون قرابة 10 ترليون عندك دين خارجي وداخلي يبقى لها 15 ترليون سووا بها مشاريع جديدة فد ألف مشروع جديد هاي 150 ترليون تعالوا سنسوي قانون استثمار جديد خطة استثمار خطة موازنة خطة استثمار ب30 ترليون نسوي طروق مدن صناعية طريقة تنمية نفعل القطاع الخاص وهي ترجع الفلوس سنبيعها بعدين هاي المدن الصناعية نبيع جزء من عدها ونوحب خطة إقراض 20 ترليون نفعل القطاعات اللي هي حقيقة تحتاج تمويل قطاعات ناجحة في العراق نصري تسويها ثلاث خطط وكلها نشوف عليها مجلس الوزراء ونوزع الأعمال ليش أنت تجيبوني 200 ترليون كل ملكية الدولة تحطوها بعمق الوزارات والمحافظين وبعدين نصير السرقات ما لها حقيقة رقيب ما قبلوا حتى هنا ما قبلوا وقالوا لا نحن نروح ب200 ترليون وكلها نصرفها احنا كدولة بعد بكيفكم هاي رؤية اقتصادية مطروحة واضح سنستكمل النقاش في العراقية السنة عندها وفرا من 22 أشكرك خايفين من سلطة 25 أشكرك للإجاز وقت الرابط يضغط في الحقيقة لابد أن نذهب لهذا الرابط الفاصل عفوا خلال حلقة الرابط ثم نعود بعد قليل أهلا بالجميع من جديد بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان خلافات عدة عكرت العلاقة بين الطرفين لسنوات وما زالت تترقب حلولا جذرية بدلا من توافقات مؤقتة نصارد أبرزها في سياق هذا التقرير يشكل النفط محور خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وأقليم كردستان منذ سنوات ونقطة التوتر كانت فيما سبق حول مطالبة بغداد السيطر على مصادر النفط في الإقليم ديون إقليم كردستان أيضا من بين الملفات محل الجدار مع بغداد حيث تحفظت أربيل على دفع الديون لسببين أولهما أنها تملك مستحقات في ذمة الحكومة المركزية والثاني أن الحكومة العراقية يجب أن تتحمل مسؤولية متأخرة رواتب موظف الإقليم وإلى جانب تلك الخلافات ذات البعد الاقتصادي فإن توزيع الجغرافي للمناطق كان أيضا محط نزاع فمنذ 14 عاما وبغداد وأربيل تتنازعن على منطقة تتجاوز مساحتها 37 ألف كيلو متر مربع وتضم محافظة نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالا ومحافظة كاركوك ملف المنافذ الحدودية كذلك تحول إلى نقطة توتر بين بغداد وأربيل وتصعد الأمر مع إعلان بغداد نيتها إخضاع الشريط الحدودي للإقليم لسيطرة الحكومة المركزية الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد فالسلطات الاتحادية في بغداد وإدارة المنطقة الكردية ذاتية الحكم في أربيل اختلفت بشأن رواتب الموظفين حيث تشتكي حكومة إقليم كردستان من عدم إرسال الرواتب للموظفين من قبل الحكومة الاتحادية التي اتهمت أربيل بسرقة أموال الموظفين أعود إلى بغداد معك دكتور إحسان الشماري السانف النقاش الخلافات أكثر من أن تحصى كما ذكرنا في التقرير وليست نفطية فحسب في الحقيقة مصير هذه الخلافات وهذه القائمة الطويلة من الخلافات هل يمكن ترحيلها تأجيلها عقد اتفاق موازي والصبر عليها ولو لوقت وجيز أم أن هذه الخلافات قد تكون بنيوية بل معطلة في النهاية هي خلافات بنيوية منذ اللحظة الأولى الذي انطلق به المنتظم الدستوري لم يكن هناك قوانين يمكن أن تسند النصوص الدستورية فيما يرتبط بالعلاقة سواء كانت الإدارية المالية الاقتصادية الاتحادية مع قليم كردستان ولذلك بغداد عانت منذ فترات طويلة حتى وصل الأمر لأن يحدث احتكاك في العام 2017 يعني كما شهدنا أنا ذاك أتكر ذلك لذلك نعم لذلك القائمة التي استعرضها تقريركم يعني تمثل واقع العلاقة يعني الآن نحن نتحدث عن قضية الأربعمائة ألف برميل بالإضافة إلى ميتين ألف برميل خارج الاتفاق لكن هناك قضية السيطرة على الضرائب السيطرة على القمارق السيطرة على المنافذ الاتحادية الجباية يعني فيما يرتبط الله طرحته أيضاً في بعض آبار النفط في بعض آبار النفط خارج أقليم كردستان يعني هذه جميعها تمثل إشكاليات كبيرة جداً ولذلك أنا بتقديري يعني وبعلمي أن رغم موجود الدستور وأن هناك من يحاول أن يتمسك بالدستور هنا أتحدث عن طرفي الجدل السياسي بغداد أربيل لكن بالنهاية قد يضطر الطرفان إلى الذهاب إلى هذه الاتفاقات الموازية على أقل تقدير لتمرير بعض الأمور وإيجاد مساحة يعني توافق شكلي نعم إلى أربيل مرة أخرى سيد رسجم محمود تابعت معنا في التقرير سيل كبير من الخلافات وليست على موضوع النفط وإراداته فحسب هل يمكن بتقديرك لهذه الخلافات أن تنسف كل إمكانية للاتفاق والتوافق رمح حاجة الجميع إلى ذلك وما البدائل المتاحة أمام السوداني بتقديرك الرجل يريد أن ينجح يعني لا أعتقد أن الأمور قد تصل إلى لحظة الصدام لأن القوى السياسية في العراق على الأقل في العلاقة مع أقليم كردستان العراق هناك مكامن للقوى لا يمكن تجاوزها هناك الدستور هناك التوازنات الأقليمية داخل العراق هناك دور أساسي للولايات المتحدة الأمريكية وباقي القوى الغربية هناك تناقضات داخل الفضاء العراقي الداخلي يعني ما تمثله بعض الكتل السياسية لا يمثل جميع العراقيين في المحصلة هذا الهدم للتوزيع السلطة أو توازع السلطة بين القوى السياسية لا يهدد الأكراب فقط بل أيضا يهدد القوى السنية يهدد القوى المدنية العراقية لا يمكن لهذه القوى التي جميعنا نعرف ما هو مصدر يعني تحركها ومن يحركها باتجاه نزع أي صلاحية دستورية للقوى الأخرى من 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 داخل يعني البنية الجديدة للدولة العراقية التي تشكل ببنيتها الديمقراطية بتوزيعها للسلطة بفصل السلطات خطرا على بعض القوى الإقليمية المتمثلة بالشمولية البدائل أمام السوداني هو بالضبط أن يعود إلى اتفاق بناء الدولة العراقية إلى اتحاد بناء الدولة العراقية بعد خروج التيار الصدري علنا نعرف أن هذه القوى الممثلة في البرلمان اليوم التي تعرض نفسها كقوى أغلبية كانت خاسرة في آخر انتخابات ولم تكن تملك أي أغلبية برلمانية أسعدها الحاز والتاريخ بأن التيار الصدري قدم اشتقالته من البرلمان وفي لحظة ما بحسابات سياسية دقيقا سحبا من العملية السياسية لكن فعليا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف مع تيار تقدم لرئيس البرلمان والتيار الصدري هم الذين انتصروا في الانتخابات وهم المنتصرون في البنى الأهلية الثلاثة الرئيسية في العراق أخوتنا السنة وأخوتنا الشيعة والأكراد لكن هذا الشيء تهدم وهؤلاء يريدون الآن يستغلوا كل فرصة لتفكيك منابع القوة التي كانت مملوكة لهذه التيارات الثلاث يعرف رئيس البرلمان أنه في حال أقرة المادة الرابعة عشر التي هي فعليا إخراج أو رفع يد إقليم كردستان العراق عن أي سياسة مالية في العراق سوف ينهى أيضا دوره السياسي جيد دعني أدب أستاذ مصطفى ونتوقف هنا الوقت يضغط حقيقة أن أستاذ مصطفى حانتوش أورد فقط هذا الخبر العادل أن البرلمان العراقي اختار تأجيل جلسة اليوم واضحا الخلافات على أشدها في الحق وكانت توافق تبدو صعبة في الظرف الحالي على الأقل الآن بالنظر إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اليوم أستاذ حانتوش هذه الخلافات هل يمكن أيضا أن تعصف بأي إمكانية لبلوغ هذا الاتفاق بر الأمان وما هي ربما الحلول أمام السوداني والرجل يسعى كما قلت النجاح وهذا من حقه طبعا الموازنة أعتقد ستنضي سواء كانوا موجودين أخوة الإكرادة أو غير موجودين نحن نتمنى يكونوا موجودين حتى تكون أكثر توازن هذه الموازنة اللي مستفادين بها يعني 200 مليار يخبرون 400 مليار حظرتك تعرف أنهم في سنوات كثيرة نسبتهم 17.3 لما قررت الموازنة أنا ما أذكر ستة 2016 صلات 12.67 ما حظروا مشت الموازنة في سنة 2021 همين راجعوا ورجعوا قالوا نحن رجح 17 هم ما حظروا أغلبيتهم فنحن ما لدينا مشكلة هم مستفادين ويردون تنقر الموازنة هذه المواد الاقتصادية 13 14 اللي ما ممكن تمشي نحن ما نحن في قانون اقتصادي وليس قانون سياسي يعني مع الأسف نحن يجيبون مواد سياسية ومواد تخص غير وزارة في قانون الاقتصادية اللي نحن بالمواد ننقرها هنا عدرا لأن وقت البرنامج انتهى ولابد نشكر في ختام حلقة اليوم من بغداد السيد مصطفى حنتوش الأكاديمي والخبير الاقتصادي والمالي أشكر أيضا من بغداد دكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية ورئيس ماركة التبكير السياسي وأخدم بأن أشكر من أربيل ضيفنا السيد رستم محمود الكاتب والباحث السياسي الكردي شكرا لكم جميعا قبل الختام مشاهدينا نذكر بسؤالي حلقة الرابط لليوم ما فرص التواصل الاتفاق بشأن اقرار الموازنة العراقية 2023 وما مصير الخلافات السياسية الأخرى القائمة بين بغداد بعد الاستفادة في القول ونقاش في ملف اليوم خلص ضيوفنا للتالي في نهاية المطاف ورغم الخلافات فإنه لابد من التوافق على اقرار الموازنة المالية نظرا لحاجة كثفة الأطراف للموارد المالية لإدارة أمور الدولة العراقية بما فيه قديم كردستان في حال التوافق على اقرار الموازنة الاتحادية فإن ذلك من شأن أن يفتح الباب أمام مناقشات جادة لباقي الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نقطة النهاية لحلقة الرابط لليوم غدا يوم آخر ورابط جديد شكرا لكرم المتابعة وطيبها دمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا ميراش غازي